أنت عليك إثم وهو عليه إثم أرخصت وجه الله علشان عيشه وجه الله عظيم وأنتم يا ربعي في هذه الأماكن أرخصت وجه الله أنا في وجه الله وجهك حطيت وجه الآدي مثل وجه الله عليك وجه الله ما تسوي كذا أنا دخل عليك في وجه الله إلا أعشيك لا يجوز اسبر يا ابن الحلال لا يجوز أن تجعل وجه الله في أمر تافه من عيشه كرامه وغيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ما قال اسئله بوجه الله عيشه كرامه وقهوه سالفه أرخصنا وجه الله إذن عليك أعظم من الكفارة وعليه ذاك أعظم من الكفارة عليكم أعظم التوبة إلى الله توبة إلى الله أنا كريم قال عليك وجه الله أي ما تبين أجاوبك أركض الحرارة هذه منين جايزة فيك والعجلة خذ العلم كله تتوب إلى الله أنت وهو يتوب إلى الله لأنك مرخصت وجه الله علشان عيشه سمك وأكله وشرب هذه وحدة وعليك أنت كفارة يمين وعليه كفارة يمين مع التوبة أما تأخذ الكفارة الحالة دون التوبة ما أفلحت توبة عظيمة ولا تعود لها مرة ثانية لا يطري وجه الله عليك فيها لمو اسأل وجه بوجه الله الفردوس العلم لا أجتن بالناس على شأن على كل حال هذا اللسان وهذا ما يجيب الضاعي والله أعلا